جرائم وانتهاكات متعددة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة لا سيما ضد المدنيين وكانت أسوشيات براس وسقط من خلال تقرير ما أدى إليه القصف الإسرائيلي على القطاع من إبادة لعائلات فلسطينية كاملة في غارات جوية مباشرة دون أي تحذير عائلات فلسطينية بأكملها أبيدت عن بكرة أبيها في قطاع غزة هكذا خلص تقرير نشرته وكالة أسوشيات براس عن نتائج العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة التقرير أكد أن القصف الجوية والبرية في القطاع أباد عائلات فلسطينية بأكملها لدرجة لم يسبق لها مثيل موضحا أن سلالات بأكملها وأحيانا أربعة أجيال من العائلة نفسها تقتل في غارة جوية واحدة أو سلسلة غارات على أفراد من العائلة نفسها كانوا يحتمون معا من العدوان ولم ينسى التقرير أن يلفت النظر إلى أن أغلب تلك الغارات وقعت دون تحذير مسبق من القصف تقرير الوكالة رصد ما لا يقل عن ستين عائلة فلسطينية استشهد فيها خمسة وعشرون شخصا أو أكثر في غارات بين أكتوبر وديسمبر خلال المرحلة الأكثر دموية وتدميرا في العدوان غير المسبوق وخلص التقرير إلى أن عائلات عدة في غزة لم يتبق لديها أحد تقريبا لتوثيق عدد الشهداء فيما لا يستطيع ألاف الأشخاص تحديد جميع شهدائهم بسبب وجود الكثير من الجثث تحت الأنقاض تقرير أسوشيتت بريس رصد العائلات التي أبيدت فقط خلال شهرين من عمر العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره التاسع بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن مئات العائلات التي تم محوها فعليا من السجلات المدنية التي تحولت صفحات كثيرة منها إلى قوائم شهداء تسجل تلك العائلات التي تم محوها دليل إدانة واضحا على جرائم حرب مكتملة الأركان وستقف حائلا في التاريخ الإنساني دون إفلات مرتكبيها من العقاب وليصبح غيض تلك الجرائم من فيض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كابوسا على ضمير الإنسانية جمعاء حتى يصحو من غفوته وجرسا لإنذار المجتمع الدولي بأن لهيبة تلك النيران انتركت فسوف تحرق العالم بأكمله